الفصل الثالث رسالة عقبة إلى عمر من قصة عقبة بن نافع إعداد أستاذ ناسل محمد نجيب بتبدأ أحداث الفصل برسالة عقبة بن نافع إلى عمر بن العاص رضي الله عنهما جمع فيها كل ما توصل إليه من معلومات عن أحوال البربر والروم ووضح في رسالته بأنه تحقق من صحة المعلومات اللي جمعها عن طريق اختلاطه بأهل برقة وبأنه توصل من خلال جوالاته بأن أهل برقة بيكرهون حكم الروم وبيمقطون الحكم البيزنطي وأوضح له الأسباب واللي كان أولها فرض الضرائب الباهظة على أهل برقة وتكليف الموظفين بجمعها بالقصوة والغلزة حتى لو باع البربر أبناءهم في سوق الرقيق بالإضافة للأجور الضئيلة اللي بيحصل عليها البربر من استئجار الروم لهم للعمل في قصرهم أو في مزارعهم واللي ما بتتناسبش مع ما يبزلوه من جهد ولا يكفي لسد احتياجاتهم الضرورية السبب الثالث عدم شعور القبائل بالأمن والاستقرار بسبب بأن الروم محكموش البلاد بقانون بيحمي الأرواح والأموال وينظم وسائل التعامل بين الناس وكان كل هام الروم هو تحصيل الضرائب واستعباد البربر نصح حقبة عمر بن العز في الرسالة بأنه يعجل بفتح برقة وأوضح له مجموعة من الأسباب اللي تعجل بفتح برقة السبب الأول هو كره أهل برقة للحكم البيزنطي للأسباب اللي احنا وضحناها قبل كده السبب الثاني كان نظرة أهل برقة للإسلام بأنه المنقذ الوحيد لهم من سيطرة الروم من خلال الكلام اللي سمعوا عن الدين الإسلامي بالإضافة إلى العدد الكبير اللي بيمتاز به أهل برقة السبب الرابع كان عهد زعماء برقة لعقبة بدخول الإسلام ووعدهم لي بأنهم يعلنوا إسلامهم في أول لحظة تطأ فيها أقدام الجيش الإسلامي أرض مدينتهم السبب الخامس كان ما يمتاز به أهل برقة من الخلق الطيب والنفس السمحة كان رأي عقبة بأنه بيحبز ويفضل التعجيل بالزحف على برقة علشان ربنا ينصر عمر بن العاص على الروم كما نصره عليهم في الشام ومصر كان الرسالة دي تأثر على عمر بن العاص بحيث بأنه مجرد ما استلم الخطاب وقرأه جهز فورا جيش مكون من بضعة ألاف مقاتل وانطلق فورا إلى برقة بمجرد ما وصل عمر بن العاص لبرقة استقبل أهلها الجيش أروع استقبال ورحبوا به أبلغ ترحيب ورغبوا في دخول دين الإسلام وراءة القبائل البربرية في قدوم عمر بن العاص وجيشه بجائر فجر جديد سيطل عليهم بنور العدالة ويزيل ظلام الاستعباد والاستبداد الذين عاشوه في حكم الروم نهاية الفصل ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى الشرفون باشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر